تواصل وزارته الداخلية حملتها اليوميا لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 406 قضايا تمونية بمضبطات بلغة ما يقترب من 245 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 209 أطنان مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط نحو 31 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 5 أطنان أسمنت أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 608 قضايا من بنيها قضية خبز ناقص الوزن و75 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط أربع قضايا بمضبطات بلغة 6 أطنان أقماح محلية